تحياتي و اهلا بسهلا فيكم في حلقة جديدة من دردشي انجليزية اللي بتجيكم مني انا محمد عوات كل يوم اثنين عبر قناة سيرفيسبورت اللي اكتر تنوعا من حيث اشكال افكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها الاسبوع مر بشكل طبيعي بل بطبيعي جدا تشيرسي بفوز ومان سيتي بفوز وليفربول بفوز ومان يونايتد كالعادة اي نتيجة رح يجي فيها مع فترة سلشاير فهي نتيجة متوقعة فاز خسر او تعادل هو الطبيعي في حلقة اليوم هنحكي بزاويتين الزاوية الاولى زاوية تنايتد والمشكلة الجديدة اللي ممكن ظهرت عن سلشاير والزاوية الثانية قصة الاخبار اللي بلشت تطلع انه الدورة الانجليزية صارت المنافسة فيه زائدة عن الحد الطبيعي والمنطق الطبيعي لأي استثمار في كرت القدم هنحكي بهادول الزاويتين ونركز فيهم بحلقة اليوم واثناء مشاهدتكم لو اعجبكم الفيديو بذكركم دائما انكم تتركوا لايك لانه هذا الشيء بيدعمنا نبدأ اول شي بقصة يونايتد بعدين ننتقل لقصة انه هال الدورة الانجليزية اصبحت منافسته خسارة مهما عملت اروح على الاولى يونايتد بالبداية كان عنده مشكلة واضحة جدا مع سلشاير والجميع اعتقد متفق عليها انه ما في فلسفة لهذا الفريق الرجل اللي بيدخل بيدبر نفسه بيجيب نتيجة هون نتيجة هون بيجيب نقاط مجموحة مقارنة بين جود اللي عنده مقبولة ويعني خلينا حكي مشي امور فاموره كانت على المباراة بيجيب هون ما بيجيبه غياب الفلسفة بيخلق دائما التدبده بتاع مستوى الافراد وتدبده بمستوى الافراد بيخلق تدبده بمستوى الفريق كامل هذا الكلم اعتقد بيعرف وبيعرف انه ما بقدر يوصف سلوب يونايتد او فلسفة يونايتد بارض الملعب هذا الشيء الاول واضح جدا وهذا الشيء اللي بيخلق مشكلة مثلا زي لستر بيطلع المدرب ويقول لك لم نضغط بالشكل الكافي لانه اساسا الضغط مش من فلسفته الثابتة لم نلعب بهجمات مرتدة بالشكل السريع الكافي لانه اساسا ما عندوش شئ ثابت يلعب فيه اللاعبين عشان يكون عندهم مبدأ رايحين فيه مش كلوب اسلوبه تشيلسي اسلوبه واضح سيتي اسلوبه واضح بتغير شوي في المباريات الكبرى بس مش بيضله يتغير كل مباراة للمباراة وتسلك امورك هذا اللي كان عم بصير هدي مشكلة اساسية في التدبده وغياب الفلسفة اللي بيخلق تدبده بفني بيخلق ايضا تدبده بذهني لانه انا كلاعب اذا ما عندي مبادئ متعود عليها طور المباريات لما تجيني صعوبة زي اللي صارت مع ليستر انا حدخل بي مسألة يعني ضغط ضهني كبير ضغط نفسي كبير هيأثر علي ومش دائما اللاعبين رادة تفعلهم ايجابية قراراتهم صحيحة هدي مسألة بتحملها سولشاير مية في المية اما الناس اللي دائما بيكرروا فكرة انه والله سولشاير بيخلي اللاعبين ساعدين سولشاير مش جاي يكون فيلم كوميدي جاي يكون مدرب الفكرة انه اللاعبين لازم يكونوا ساعدين يقدوا بشكل مستقر يجيبوا نتائج بس في زاوية ثانية الان وانا بقرأ بتصريحات سولشاير التمحت لها قللك ربما يجب ان اقوم بعض التضحيات لخلق التوازن وهذا كلام صحيح وضقي قدوم كريستيانو رونالدو دائما بيجي مع ايجابياته ومع سلبياته مثل قدوم ليونال ميسي لسات جيرمال مثلا وبنعرف فكرة انه الكلام اللي كرروا الفرنسيين لما جاء ميسي انه بيمشي في ارض الملعب لانه ميسي بدون كرة ميسي مش ذلك اللاعب الحركي بس ميسي بالكرة مختلف وبصير مستوى اخر نفس الشيء بتعلق الموضوع برونالدو الان لما صار عندك رونالدو برونو فرناندز بوربوك باوسانشو صار عندك تلاتة منهم على الاكيد اداؤهم الدفاعي متقطع واجبهم الدفاعي متقطع ما بيشعروا بمسئولية دفاعية مطلقة فهذه مشكلة الاولى المشكلة الثانية كمية الحركة بالفريق بشكل عام اسماء قط الوسط والهجوم كمية ركضها كمية حركتها محدودة وشرحت في حلقات ماضية اهمية انه يكون في الفريق مجموع لعبين بيركضوا مسافات معينة قداش هو مهم بتغطية المساحات وتغطية زوايا التمرير والنشر في الملعب قداش انه ممكن تخلق لاعب اضافي بكرت القدم لو كان فريقك عنده الحركية الكبيرة زي ما بيعمل لبربول او بيعمل تشلسي الان هذه المسألة صار عنده مشكلة عنده مشكلة توازن دفاعي هجومي عنده مشكلة توازن حركة وكمية حركة بالفريق لانه برونو محدود الكمية رونالدو محدود الكمية سامشو محدود الكمية وبوكباب كثير مباريات بيكون حتى من هذه الناحية محدود الكمية رغم انه لعب وسط يعني محول فمحذور الاربع لاعبين الان صار فيه تساؤل كثير عن مسألة التوازنات الجديدة في كورت القدم لانه بتعمل توازن بتعمل توازن سرعة توازن دفاع هجوم توازن كمية حركة توازن حتى في المستوى التقلي الفني الامكانيات المختلفة الموجودة في ارض الملعب فانا شايف انه صار عنده اختلال بالتوازن اكيد واختلال التوازن هيخليه دائما عنده اماكن بينضرب فيها في ارض الملعب بس سلشاير قبل ما يحاول يخلي انه المشكلة انه لاعب يسحبه لاعب يجيبه هو نفسه لازم يعرف باي طريقة بده يكمل الموسم باي شكل باي اسلوب باي فلسفة بده يكمل هذا الموسم وهذا الشي اللي هو مش عم بيطقنه حتى الان فمشكلة يوناديد كانت مشكلة اعتقد صارت مشكلة ثانية ومع هذا المدرب اعتقد القرارات الجريئة مش رح تيجي والقرارات الجريئة يعني عشان الناس ما تفهمني غلط مش معناها رونالدو يقول احتياط معناها ربما التغير بشكل الفريق تماما لثلاثة اربعة ثلاثة ويكون هو التوازن زي ما عامل مثلا السكولاري بألفين واثنين لما كان عدو ثلاث لعبين مش طبيعيين هجوميا فكان مستحيل يقاعد رونالديني ورونالدو ريفالدو دكة قال لك لا انا هغير كل تاريخ البرازيل والعب بخطة مختلفة حلعب بخطة اقرب لخمسة ثلاثة اثنين وجبت كأس العالم في ذلك الروح على القصة التالية في الدليميل قبل ايام نشرت انه ملاك يونايتد وايفرتون تساءلوا انه شو الفايدة الان اني استثمر بالفريق عشان اطلع توب فور لانه الموضوع صار مكلف انا انت لما تروح دوري ابطال اوروبا مع حقوق البث مع التذاكر مع كل شي يعني خلينا نحكي الافرج انك توصل دوري الثمانين لانه انت ما بتخطط دائما تجيب اللقب ممكن تطلع لك 100 مليون يورو 120 مليون يورو يا سيدي بالوضع الطبيعي الحالي لجوائز دوري ابطال مع دخل البثها 120 مليون يورو لو تيجي تحسبهم عشان انا بكرة جييني نيو كاسل بي حيصير قوي وحيدفعوا كويس والسيتي قوي وليفربول قوي وتشلسي قوي والاستر مشروع باي لحظة ممكن ينطفض ويصير قوي وابرتون بيجرب حظه يصير قوي ومال يونايتد عنده لعيب كثير وكويسين كثير وقوي وارسنال ما بتعرفش ممكن بيوم وليلة يرجع زي ما رجع ليفربول بيوم وليلة مع مدرب صح وولفرهامتون بتحس نقصه مهاجم وقلب دفاع وبصير يزهقك كمان اضافة لانه كل ثلاث نقاط عم تيجي بالدورة الانجليزية عم تيجي بطلوع الروح الا بعض المباريات يعني اه ممكن واتفورد عم بيخسر بخمسة مع ليفربول بس ممكن المباراة بعدها مع السيتي يفوزوا بواحد سفر وبالتشكيل الاساسية يعني هذي مشكلة الدورة الانجليزية اه فيه فرقة بتاكل نتائج بس تاني يوم بتزهق فريق كبير تاني فصار عشان انت تقدر تبت فور منها دول عندك حلين اتروع حل لستر سيتي اللي هو حل المشروع الصبور طويل الامد ابو عشر سنين وبناء شبكة توظيف وبحث عن مواهب وتجيب لاعب شاب وتصبر عليه وهي معناها انه من كل ثلاث اربع سنين ممكن توصل دور الابطال مرة واحدة او زي الاندي الكبرى لازم يكون لتشكيلي قوية اروح اشتري لوكاكوب فاجيب بلوكاكوب بتفع عليه مثلا مئة وعشرين مئة وخمسين مش مهم الرقم الان بالضبط فانا ما بجيبه عشان اطلع توب فور لانو الفوز بالدوري صار معقد جدا اساسا لما اطلع توب فور بروح ادوري الابطال عشان اطلع الفلوس اللي دفعتها فيه بالموسم الاول فالموضوع صار مكلف جدا يعني زمان كان ممكن يكلفني دور الابطال عشان اتأهل فيه عشان نفهم كالقاتي ستين مليون اروح اطلع مئة وعشرين اطلع ربحان يعني ستين مليون اضافية قصدي مش الميزانية كاملة فاطلع ربحان الان صار يكلفني مئة وخمسين كل سنة عشان اروح دوري ابطال مثلا واطلع مئة وعشرين اطلع خسران فصار تأهل لدور الابطال مش مش غاية مش منطق تجاري مش هو الاساس في الربح صار المنطق تركز في هالدور الانجليزي اول شي تضمن بقاءك تطلع من الاندي الكوبرا توب سكست اي شي بشان ندخل الجوائز اللي بيجي بالدوري وببيعات التذاكر الداخلية عشان هيك كلام يورجن كلوب منطقي قل لك الان بدأنا نتكلم عن دور السوبر ليج في بريمير ليج لانه عنا تسع عشر اندي قويين جدا بيلعبوا كرات قدم حلوة بيجيبوا لاعبين ممتازين وفيهم شعبية كل لعب فيهم الناس بتحبو وعم بصير شوية شوية بريمير ليج عم بيحتكر الدوريات الثانية بلشنا نحضر اكتر واكتر يعني منطقتنا العربي زي بنشوف بالسنوات الاخيرة عم بيحشتاح العالم انه ما في دوري بكل مبارياته قبل المشاهدة مثل بريمير ليج فهذا صار دوري السوبر الجديد اللي لازم عشان يقدروا الملاهك يكمله ويصير منطقي لازم جوائزه الداخلية تزيد لازم حقوق بثه الداخلية تزيد عوائده الداخلية تزيد عشان يصير مبرر لانه التأهل لدوري الابطال فيه غير منطقي وعم بنخلق شئب يشبه ربما الان بي اي يعني ما فيش فريق بيظل قوي للابد لازم تطلع فوق وتنزل شوي تطلع فوق وتنزل شوي لانه صاروا القويين كثير اللي فاهمين الخلطة الصح كثير والتغييرات بتصير بس غير مدرب جيب مدرب امورك بتتحسن وفي نقطة مهم بدي احكيها بشان الناس ما تفهم غلط او ما تكونش نقصة المعلوم اللي حكيتها انا تكلمت مثلا عن شراء تشيلسي للوكاكو لكن ايضا في شئ اخر الانديا بتدفعه عشان تطلع توقفور الرواتب شوفوا كم لاعب اللي بربول جدد له السنهاي واجمعوا فرق الرواتب اللي جدد له فيهم مع اللاعبين اللي اشتراهم هتلقوا تقريبا اللي بربول دفع الفلوس اللي حيطلحها من دور الابطال تحت السنة الجاي ببساطة يعني الموضوع صار مكلف رواتب عشان تحظى لعيبتك مكلف شراء لعبين عشان ترفع جودتك وعشان بنهاية تروح على مطولة داخلها مش مناسب كثير للاستثمار اللي بتعملوا محليا عشان تروح عليها فكأننا بنحكي عن شي زي ما حكيت دورينا اهم اصبح من كثير اشياء فالمنافسة فعلا في البريمير ليج اصبحت شديدة للغاية بدها نوع من التطوير التجاري عشان نظل الاستثمار منطقي فيها الان بعض الاستثمارات طويلة الامد بعض الاستثمارات الى اهداف اخرى مثلا نيو كاسر بنعرف انه الاستثمار طويل الامد جدا صندوق استراتيجي معندوش مشكلة عشر سنين يظل يستثمر لعندما تستقر الامور والدخل يتدخل مختلف لكن الملاك الافراد الملاك الاشخاص واحد زي من يونايتد قيمته بالمليارات يكون في نادي وبلش ينهز لا انا بخاف على فلوسي فكافراد حيكون عندهم مشاكل اللي مش مستقرين مش مستعدين حيكون عندهم مشاكل لكن المستقر والمستعد حيكون مشايف الموضوع اربما يكون فرصة انه يتخلص من بعض الكبار التقليديين لانه هو حيصد الكبير التقليدي الجديد فدخله هو بزيد من الشركات الكبرى اللي بتحب تكون مع الكبار التقليديين هذا مفاد منافسة البريمير الليجي الحاليا اللي البعض بيوصفها انها اصبحت غير منطقية من كثرة قوتها نوصلنا لنا نهاية هالحلقة بذكركم تشتركوا بالقناة كنت معكم انا محمد عواد موجود في فيسبوك و تويتر و انستغرام وضروري جدا نتابعوني على سيرفيسبورت والسلام عليكم ورحمة الله